اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية يعظف استشهاد نائب رئيس هيئة الاركان العامة لواء الرقن الصالح الزنداني استشهاد مواطن في قصف ميليشيات الحوثي على حيس بالحديدة ومدفعية الحوثي تستاذق لحياة سكنية بتاعيس مقاومة لودر تصد تسلل الحوثيين بجبهة ثرف أبيان والجيش الوطني طهر وادي سلبة في الجوف اهلا بكم الى التفاصيل صدر قرار رئيس الجمهورية رقم اثنين وعشرين لسنة الفين وتسعة عشرة بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة البواقعة عدن فيما يلي نص القرار رئيس الجمهورية بعض الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليات التنفيذية الموقعتين بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر الفين واحد عشر الفين واحد عشر للميلاد وعلى القانون رقم ثلاثة عشر لسنة الفين واحد بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم ستة وعشرين لسنة الفين وستة والقانون رقم ستة وعشرين لسنة الفين وعشرة وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم ثلاثة وستين لسنة الفين واثنة عشر بتاريخ التاسع والعشر من نوفمبر الفين واثنة عشر للميلاد وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ في السابع عشر من سبتمبر للعام الفين وثمانية عشر بشأن عبث جماعة الحوث الإقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قرر ماذا رقم واحد يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة الصنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ماذا رقم اثنين تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة ماذا رقم ثلاثة اعتبار كل مصدر عن ميليشيات الحوث من تغيرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار ماذا رقم أربعة على مجلس القضاء العلى التحقيق مع القضاء الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر من ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات صلة ماذا رقم خمسة يكلف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا لسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون ماذا رقم ستة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره أجرى فخامة رئيس عبد ربو منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالمعتمد صالح الزنداني عزه من خلاله وأخوانه وكافة أفراد أسرته في استشهاد والدهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة البناضل اللوارك صالح الزنداني الذي وفه الأجل متأثرا بجراحه إثر حادثة قصف قاعدة العند من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا وأشار فخامة رئيس إلى مناقب الشهيد الوطنية والنضالية ومواقفه المشرفة التي اشترحها خلال مشوار حياته الحافل في الدفاع عن الوطن ومكتسباته وقيادته مع رفاق دربه في معارك تحرير عدن وهزيمة ودحر الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية وعبر فخامة رئيس عن خالص العزاء والمواساب هذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان من جانبه عبر المعتمد الزنداني عن امتنانه وتقديره لفخامة رئيس ومواقفه الوطنية والإنسانية تجاه رجال الوطن المخلصين ليجسد مواقفه الوطنية والإنسانية الدائمة تجاه ابناء شعبه في مختلف المواقف والظروف كما بعث فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواسا إلى اسماعيل وحامد غالب المسوري وأخوانهم وكافة آل المسوري في محافظة ريمة عزاهم في وفاة والدهم عضو المجلس المحلي بالمحافظة الشيخ غالب علي المسوري وأشار فخامة رئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية ومواقف وتضحيات أسرته في الدفاع عن الثورة ومواجهة قوة التمرد والإنقلاب التابع على ميليشيات الحوث الإنقلابية معبرا عن خالص العزاء والمواسا بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيحة جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القيدل على القوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواسا في استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني ثري صابته في العملية الإرهابية التي استادفت قاعدة العند الجوية ونوه نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره العسكرية في خدمة الوطن والجمهورية وقيادته وحسن إدارته في مختلف المناصب العسكرية التي تقلدها وأشهد نائب رئيس الجمهورية بأدوار الشهيد البطولية في مختلف المراحل وجهوده الوطنية في بناء الجيش وخدمة الأمن والاستقرار ومواجهة العصابات الانقلابية الكهنوتية مؤكدا بأن رحيله في هذه المرحلة الحرجة بشكل خسارة للوطن وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والموسى لفخامة الرئيس المشير الركن عبر أبو منصر هادي رئيس الجمهورية والأمناء وأسرة الشهيد ولرئاسة هيئة الأركان وزملائه سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسى إلى حامد المسوري وأخوانه وكافة أل المسوري في وفاة الشيخ غالب المسوري بعد حياة حافلة بالعطاء الوطنية وأشهد نائب رئيس بمنقب الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية والسياسية باعتباره أحد الوجهات المجتمعية والقيادات الصادقة التي أثرت التجربة الديمقراطية السلمية علاوة على أدواره التربوية والتعليمية وبصمته الواضحة في هذا المجال ومساعه الحثيثة في خدمة الناس والإصلاح ذات البين وعبر نائب رئيس الجمهورية في برقيته عن أصدق تعازي والموسى لأسرة وقارب الفقيد ومحبيه سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فزيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عبر مجلس الوزراء عن تعازيه بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الرقم صالح الزنداني متأثرا بجراحه التي يصيب بها في العاشر من شهر يناير الماضي بالحادثة الإجرامية التي تعرضت لها قاعدة العند الجوية العسكرية بمحافظة لحج ونفدتها ميليشيات الحوث الإنقلابية الإيرانية باستخدام طائرة مسيرة وقال مجلس الوزراء في بيان له تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه بوفاة اللواء الرقم صالح الزنداني فقد الوطن أبرز رجاله المخلصين بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن وضاف أن الفقيد حرص خلال مشوار حياته بالسلك العسكري على أداء مسؤوليته وواجباته العسكرية كأحد أبرز قادة القوات المسلحة بكل مهنية وكفاءة وإخلاص وتفان وشجاعة وانضباط ووفاء للشرف العسكري وأشهد مجلس الوزراء بالمنقب والإسهامات الوطنية للفقيد وتحليه بخصائله وشمائل حميدة جسدت ولائه الخالص لله والوطن والمؤسسة العسكرية معبرا عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الشهيد بمصابهم الجلل مبتهلا إلى الخالق عز وجل أن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان وجدد المجلس دعوته لكافة منتسبية المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مواصلة السير على درب الشهيد الزنداني ومواصلة مسيرة تحرير كل شبر من أرض الوطن من ميليشيات الانقلاب وإيقاف عبثها بأرواح وحياة المواطنين والوطن وترسيخ الأمن والاستقرار كما جدد مجلس الوزراء تذكيره للمجتمع الإقليمي والدولي بأن جريمة العند تندرج ضمن الجرائم الغادرة لميليشيات الحوث الانقلابية الإيرانية ومحاولتها المتكررة الجبانة والفاشلة لاستهداف قياداتي ومسؤولين ومسؤولية الدولة والحكومة الشرعية وكذا جرائمها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة التي دابت على ارتكابها بدم بارد بحق مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة نائب رئيس هيئة الأركان القائد البطل اللواء الركن صالح الزنداني الذي وفها الأجل متأثرا بجراحه التي يصيب بها في الحادثة الإجرامية بطائرة مفخخة على قاعدة العند العسكرية التي أطلقتها ميليشيات الحوث الانقلابية المدعومة إيرانيا وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان انتلقت وكالة الأنباء اليمنية نسخة منه لقد كان للشهيد رحمه الله اسهامات جليلة في خدمة الوطن ووحدته كواحد من أكفأ ضباط القوات المسلحة وعرف بمهنيته ونشاطه وانضباطه العسكري ومعرفته الواسعة بمتطلبات عمله وتخصصاته وهو ما مكنه من ممارسة أدوار مختلفة في عدد من المناصب القيادية العسكرية وضف البيان أن القوات المسلحة وهي تنع اليوم واحدا من أبرز قاداتها البواسل الذين ضلوا أوفياء لشرفهم العسكري لتؤكد أنها ماضية في استعادة ما تبقى من مؤسسات الدولة التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات التمرد والإرهاب انطلاقا من واجبها الوطني ووفاءا لدماء الشهداء الأبرار وكل من قضى نحبه وفيا مخلصا لخدمة وطنه وشعبه وكذا البيان أن رحيل اللواء الركن الزنداني لم يكن خسارة لأسرته فحسب بل خسارة للشعب اليمني ووحدته وقواته المسلحة معبرا عن التعازي والموساه لأولاد الشهيد وأقاربه وزملائه ورفاق دربه وكل محبيه وإلى الشعب اليمني العظيم والقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدرب منصرهاد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وترجل الفارس شهيدا ليلتحق بمواكب الخالدين وركب الشهداء الميامين بعد حياة حافلة بالتضحية والفداء دفاعا عن الجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية في مواجهة المشروع الكهنوتي والحقد الإمامي الدفين اللواء الركن صالح قائد علي الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان يرتقي شهيدا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الهجوم الغادر لمليشيا الحوثي الانقلابية على قاعدة العند الجوية في العاشر من يناير الماضي حين استغلت مليشيا الانقلاب الخدنة المعلنة لتسهدف قاعدة العند بطائرة إيرانية مسيرة في أثناء تدشين العام التدريبي للقوات المسلحة رحل الشهيد الزنداني لكنه خلد مواقفه العظيمة في سفر التاريخ وفي قلوب كل اليمنيين حين انحزل السلطة الشرعية وللدولة رافضا الانقلاب الحوثي ليتسطر المشهد مقاتلا شرسا في معركة تحرير عدن منتصف العام 2015 حيث كان له الدور الأبرز مع الشهيد اللواج عفر محمد سعد والشهيد اللواء علي ناصر هادي بتنظيم صفف المقاومة ووضع الخطط الحربية لمواجهة عصابات الكهنوت في أزقة وشوارع عدن والتي انتهت بطرد فلول الميليشيا وتحرير المحافظة والمحافظات المجاورة في مدة زمنية قياسية منذ فجر التاريخ وفي كل معركة وجودية مع قوى الإمامة والاستبداد كانت ما تزال دماء الشهداء تنبت بذور الحرية وترويش شجرة الجمهورية وهكذا عهد الأحرار دوما في الدفاع عن وطنهم ومثل ما صدر الزبيري والبوزة والنعمان وعلي عنتر وعلي عبد المغني ورفاقهم التاريخ في مقارعة الإمامة والاحتلال وسقوا بدمائهم تربة الأرض اليمنية هاهم الأحرار يقتفون أثرهم مقدمين أرواحهم رخيصة من أجل كرامة وعزة اليمنيين ومثل ما وداعنا الشهيد اليافعي والشدادي والقشيبي وجعفر محمد سعد ورفاقهم ها نحن اليوم نودع اللواء الزنداني بعد أيام قليلة من وداع الشهيد اللواء محمد طباح رئيس هيئة الاستخبارات العامة وداعا يقدمه الأحرار معمدا بالعهد المتين بالسير على طريقهم واقتفاء أثرهم حتى تحقيق المبتغى بتحرير الجمهورية واستعادة الشرعية مهما بلغت التضحيات فللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبدالله السعدي أن حجب الكارثة الإنسانية في اليمن بلغ أرقاما خطيرة بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي وتدميرها لمؤسسات الدولة ومقدراتها وممارساتها لظاهرة الفساد بما يخدم مصالح السلالية مما أدى إلى المعاراة الإنسانية التي واجهها الشعب اليمنى جذلك خلال مشاركة في الاجتماع التحضيري الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والمقرر انعقاده بجنيف في السادس والعشرين من فبراير الجاري برعاية الأمم المتحدة وسويسرا وسويد وأكد السعدي أن ممارسات الميليشيات المتمردة لم يقتصر على نهب وتدمير مقدراتها ومؤسسات الدولة بل امتدت إلى عرقلة أنشطة وعمل منظمات الغاثة الإنسانية واستهداف موظفيها ومخازينها واستمرت في نهب وسرقة وإطلاف المعونات الغاثية وهذا ما أكدت عليه تقارير برنامج الغذاء العالمي الموثقة وكان آخرها قصف مطاحن البحر الأحمر كما أكد على همية تعزيز لمركزية العمليات الغاثية في اليمن واستعداد الحكومة اليمنية بتوفير كل وسائل الدعم لتسهيل إدارة عمليات الإغاثة بعيدا عن عبث الميليشيات بعيدا عن عبث الميليشيات الانقلابية وابتزازها وشدد سفير السعدي على همية أن تكون برامج الإغاثة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ذات طابعا تنموي ودعمها للمشاريع الصغيرة المرتبطة بحياة الناس لخلق فرص عمل وتحريك الحياة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة ودعا إلى تحويل موارد منظمات الأمم المتحدة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني ومقره في العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز واستقرار عمل البنك ودعم العملة الوطنية وتحد من المضاربة في السوق السوداء ولفت إلى همية الشراكة مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات والأولويات لضمان نجاح المشاريع التنموية مؤكدا على ضرورة أن تكون خطة الاستجابة الإنسانية مرنة لتحويل برامجها إلى برامج لتعزيز قدرات الصمود للأسر الفقيرة وزيادة برامج التدريب والتأهيل ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة أستشهد المواطن محمد زيد في مدرية حيس متأثرا بإصابته بشطايا قذيفة هون أطلقتها ميليشيات الحوث الإجرامية على منزله في المدينة التي تشهد قصفا مكثفا بشكل يومي وهرع عدد من المواطنين إلى المنزل المستهدف وقاموا بنقل المواطن محمد زيد إلى المشفى الميداني في حيس ولكنه فارق الحياة مباشرة بسبب إصابته بشطية سكنت فوق القلب وتشهد مدرية حيس قصفا عنيفا من قبل الميليشيات منذ تحريرها وسط تجاهل وصمت أممي ودولي على الجرائم الحوثيين بحق المدنيين الجذير بالذكر أن مدينة حيس أصبحت تحتضن العديد من المواطنين الذين قدموا إليها من المناطق المجاورة لها والتي لازلت تقع تحت سيطرة الميليشيات التي تمارس أبشع الجرائم ضدها قصفت الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالمدفعية الثقيلة وقالت مصادر محلية في المدينة أن ثلاث قذائف مدفعية سقطت في الأحياء الشرقية للمدينة وتواصل ميليشيات الحوثية الانقلابية من مواقع تمركوزها شرق المدينة قصف المنازل منازل السكان في الأحياء الشرقية للمدينة اندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بمدرية لودر محافظة أبيان إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات الحوثية إلى مواقع المقاومة بجبهة ثرة مستخدمة القصف الثقيل والمتوسط ومدافع الهون حيث تصدى أبطال المقاومة بقصف مواقع تمركوز الميليشيات الحوثية الإيرانية بالمدفعية والأسلحات المتوسطة مما أدى لتراجع العناصر المتسللة وأكد ضابط غرفة عمليات جبهة ثرة نصر الأحيشي أن الاشتباكات لزالت مستمرة وتصدي من أبطال المقاومة بجبهة ثرة لكل الاختراقات ومحاولة تقدم الميليشيات الحوثية بالمدفعية والأسلحة المتوسطة بعزيمة الأبطال الذين سطروا أروع التضحيات والبطولات في دفاع عن الدين والعرض والوطن من ميليشيات الانقلاب الإيرانية التي تسحى لتنفيذ أجندة إيران في اليمن وأشار أن رجال المقاومة في جبهة ثرة وبعزيمة الأبطال يكبدون الميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد وأن النصر قادم لمحالة لينتهي الانقلاب دون الرجعة تمكن أبطال الجيش الوطني من منتسبية اللواء لو الحرس حدود المرابطين في محور الجوف من السيطرة الكاملة على وادي سلب الاستراتيجية المطل على مدرية برط العنان وكبد ميليشيات التمرض والانقلاب الحوثية خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والعتاد بزيد من التفاصيل في تقرير رفيق السامعين نتواجد مشاهدين الأكارم في هذه اللحظات في أعلى سلسلة جبلية مطلة على مدرية برط العنان في محافظة الجوف حيث نواكب مشاهدين الأكارم وإياكم الانتصارات العظيمة والكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني على مدر الساعة مشاهدين الأكارم معنا هنا أحد قادة الجيش الوطني كي يحدثنا وإياكم على سير المعارك وآخر المستجدات السلام عليكم السلام ورحمة الله حديثنا والسادة المشاهدين عن أهمية الانتصارات التي خذتموها وتخوضوا هنا الآن هناك برفقة زملائكم من أبطال الجيش الوطني تم بفضل الله عز وجل السيطرة على هذه التباب أمامكم وكانت خسائر فادحة للعدو الحوثي في العتاد والأرواح وتم اغتنام مخازن من الأسلحة التي عادت إلى حضن الدولة إلى الجيش الوطني والآن الفرق الهندسية تعمل ليلة نهار لنزع الألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي التي يتأدى منها الإنسان والحيوان وغيرها حديثنا والسادة المشاهدين عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع الاستراتيجي الذي يطل على مديرية باراط العنان هذا الموقع الاستراتيجي بالسيطرة عليه يقطع خطوط الإمداد عن الشيطة الحوثي إلى مديرية تخب وبالسيطرة عليه يتم السيطرة على مديرية تخب بفضل الله عز وجل ونحن قادمون بإذن الله تبارك وتعالى وأنتم ترون أبطال الجيش الوطني في تقدم مستمر والمعركة مستمرة ولن نتوقف ولن تثنينا الغام الحوثي أو قذائفه وأنصاره أنصاره ترونهم يفرون هم ترونهم الآن يفرون أمامكم وجثثهم ملقية أو مرمية في الجبال كما دعت عليهم تلك العجوز المظلومة قالت اللهم اجعلهم طائحين في الجبال فجثثهم طائحة في الجبال بفضل الله عز وجل إذن مشاهدين الأكارم انتصارات كبيرة وساحقة يحققها هؤلاء الأبطال الميامين الذين أقسموا على أنفسهم ألا يحيدوا أو يميلوا عن الهدف المنشود المتمثل في استعادة الدولة ومؤسساتها المختلفة ودحر تلك الميليشيا الإنقلابية الإجرامية التي عاثت الفساد والإفساد وأهلكت الحرث والنسل كان معكم من الخطوط والمواقع الأمامية في هذه السلاسل الجبلية المطلة على مديرية بارط العنان في محافظة الجوف الرفيق السامعي قناة عدن أيضا على صعيد ميداني قالت مصادر عسكرية نغارتين لطيران التحالف العربي دمرت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحث بالقرب من مناطق قبائل حجور التابعة لمحافظة حجة وأضافت المصادر أن الغارة الأولى استهدفت سيارة محملة بالأسلحة في وادي مور الذي يفصل من جهة الشرق بين مديرية كشر بمحافظة حجة ومديرية القفلة بمحافظة عمران كما استهدفت الغارة الثانية تقما حوثيا أثناء تقما حوثيا بمنطقة قريات شمال شرق كشر وذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية أوقعت قتلى وجرحة في صفوف عناصر المليشيات الحوثية إلى جانب تدمير معدات حربية وأطقم قتالية هذا وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد مليشيات الحوث التي تحاصر المديرية وتحشد عناصرها والياتها لمحيطها بالتزامن مع قصفها المدفعية المكثف لمنازل المواطنين لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة ديمت محافظة الضالع ونفدت مليشيات الحوثي الانقلابية هجوما على مواقع الجيش الوطني في لاثلاء وجبل معرش غرب ديمت إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك هذا الهجوم وكبدت المليشيات مقتلى وجرح عدد من عناصرها وعادت المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي عقب هدوء شهدته جبهة ديمت شمال محافظة الضالع خلال الأيام الماضية استدفت مقاتلات التحالف العربي آليات وتجمعات لمليشيات الحوثي في مدرية نهم شرق صنعاء وقالت مصادر محلية أن خمس غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استدفت تجمعات وأليات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مدرية نهم وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيات الانقلابية متزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال قالت مصادر ميدانية أن القيادية الحوثية المدعوم محمد صالح أحمد الوجيه لقي مصرعه في تفجير يطاق من يتبع ميليشيات الحوثي الإقلابية في مدرية مكيراس بمحافظة البيضاء ومقتل كل من كانوا على متنه كما سقط قتل وجرح في صفوف الميليشيات الإقلابية الحوثية المتمركزة في موقع المختبى بمدرية ذي ناعم جرى انفجار لغم أرضي كانت قد زرعاته الميليشيات الحوثية وقال المصر أن هذا اللغم هو من ضمن شبكة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في معظم مناطق وطرقات المدرية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين وإصابة عداد أخرى إلى جانب نفوق مئات من الماشية والأغنم إلى حضرموت استعرض وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج السالمين البحسني نتائج والترتيبات على مصر والاجتماعات والنزولات الميدانية وناقش الاجتماع الذي عقد بمدينة المكلة نتائج اجتماع مجلس دارة مؤسسة موان البحر العربي اليمني الذي عقد لأول مرة في مدينة المكلة إلى جانب مناقشة التعاون بين قيادة وزارة النقل والسلطة المحلية بمحافظة بالبدء بالإجراءات والقرارات المطلوبة لتنفيذها وأكد المجتمعون أهمية تضافر الجهود لجميع الجهات لما من شن الارتقاء بقطاعات النقل البري والبحري والجوي في محافظة حضرموت بما ينعكس في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا المجال الحيوي والمهم كما نقش وزير النقل صالح أحمد للجواني بمدينة المكلة مع وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض تطوير قطع النقل بالمحافظة وذلك من خلال فتح فروع لمكاتب هيئة ومؤسسات وزارة النقل وفي الاجتماع جرى مناقشة تنفيذ قرار وزير النقل المتعلق بإنشاء فتح عدد من المرافق مرافق النقل بالمحافظة وهما مكتب الهيئة العامة للشؤون البحرية الهيئة العامة للشؤون البحرية تتبع الإدارة العامة للهيئة بالمكلة وقرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتطرق الاجتماع إلى توجيهات وزير النقل للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بشان البدء بأعمال التعميق لميناء نشطون وإزالة لتريبا وترسبات من حوض الميناء ومخاطبة وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان البحث لتمويل إنشاء ميناء خلفوت التجاري ونوه الوزير الجبواني بهمية قطع النقل وإسهامه الفاعل في تحريك النواحي الاقتصادية والتنموية في البلاد نظر الارتباطه بقطاعات أخرى من جانبها شهر وكيل أول محافظة المهرة إلى أن افتتاح فروع لعدد من مؤسسات هيئات الوزارة بالمحافظة أمر في غاية الأهمية موضحا أن تتشين الرحلة الإسبوعية من وإلى مطار الغيضة للمحافظات وقريبا للدول المجاورة يعد من أهم الإنجازات التي تحققت منوها بأن ميناء خلفوت التجاري الذي سيتم إنشاهه بعد توفر الاعتماد المالي اللازم سيسهم في خلق حركة تجارية واستثمارية بالمحافظة دشنا وزير التربية والتعليم دكتور عبدالله السالم لملس مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في محافظات عدن ولحج وأبيان والذي تنفذه مؤسسة الشفافية لحقوق الإنسانية وجمعية عن المحتاجين أعن للمحتاجين التنموية وأشر الوزير أن المشروع يوزع ثلاثة ألاف حقيبة مدرسية متكاملة بواقع مئة ألف حقيبة لكل محافظة بتمويل من مجموعة الجيل الجديد والتي ستقدم للطلاب الأشد فقرا كما أشهد توفيق محمد حسين رئيس مؤسسة ينبيع الخير الخيرية المشرفة على المشروع بالجهود المبذولة والدعم السخي المقدم من مجموعة الجيل الجديد مقدما شكره لوزير التربية والتعليم دكتور عبدالله لملس وكافة الهيئة الإدارية في ديوان الوزارة على جهودهم المبذولة في تسهيل تنفيذ المشروع رأس محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي اجتماعا بالهيئة العامة للمناطق الحرة وذلك بحضور وكيل محافظة عدن لقطع النقل خالد الجعملاني ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة حسن حيد حيث كرس الاجتماع لمناقشة عدة مواضيع من ضمنها مشاريع المخازن الخاصة باليونسف وكذا مشروع عبراج نقل الطاقة الكهربائية وكذا مسألة حركة القاطرات وتنقلها من وإلى الموانئ اليمنية والجمارك وكذا حركتها من وإلى المحافظة وخلال اجتماع كذا المحافظة أن ترك المشاريع ستتمثل أو ستمثل دفعة نحو الاستقرار الاقتصادي في البلاد عامة وفي المحافظة على وجه الخصوص وطلب بسرعة اعداد الدراسة الخاصة بالموقع ومناقشتها مع مكتب اليونسف في عدن حيث أشار رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة حسن حيد إلى أن الهيئة عملت على مخاطبة الهيئة العامة لحماية البيئة حول المشروع لإبداء الرأي وذلك لتضمينه التقرير النهائي للمشروع وفيما يخص النقل قالت اللجنة المكلفة بمتابعة سير وتنقل القاطرات أن العمل يسير على قدم وساق وأن اللجنة تقوم بواجبها في متابعة القاطرات وتنقلاتها من وإلى الميناء وكذا حتى خروجها من المحافظة كما ترأس محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع على اجتماعا بمكتب الأشغال العامة بحضور خلد الجعملاني وكيل المحافظة لقطاع النقل والمهندس وليد الصراري مدير عام مكتب الأشغال العامة وطرق والمهندس قائد راشد المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين وناصر الجعدني مدير عام مديرية خور مكسر والمهندس معين الماس ممثل منظمة اليونيبس وممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال كوريسا الاجتماع لمناقشة تفعيل عملية التنسيق وتعاون المشترك مع منظمة اليونيبس والمشاريع الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها خلال العمل الجاري بالإضافة إلى حملات النظافة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع المنظمة تشمل كل مديريات محافظة عدن كما تنول الاجتماع أشكالية للزواجية في أعمال تنفيذ لبعض المشاريع بسبب غياب التنسيق مع قيادة المحافظة والتعامل المباشر مع السلطات المحلية في المدريات هذا وقد قرر الاجتماع انطلاق المرحلة الثانية من حملة النظافة الشاملة بعدد من المدريات كما ألزم كل من مشروع الأشغال العامة وصندوق التنمية برفع تقرير متكامل من مشاريع المنجزة وتكاليفها خلال العام الماضي وكذا المشاريع الجاري تنفيذها وخطة برنامج العام الحالي تتواصل أعمال المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة أبيان حيث افتتح محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم ومعه سام السعيدي من السلطة المحلية التي تم الانتهاء من تجهيزه وتفقد عددا من المرافق المدنية والعسكرية مزيد من التفاصيل في تقرير وضاحة شليلي افتتح محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومعه مدير المؤسسة الاقتصادية اليابنية الأستاذ سام السعيدي افتتح الجزء الشرقي من المجمع الحكومي الذي تم تأهيله بإشراف مكتب الأشغال العامة وبتمويل حكومي في الافتتاح طاف المحافظ سالم والمدير السعيدي مكاتب إدارة مبنى السلطة المحلية والطلع على عملية التأثيث التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية في تجهيز كافة المكاتب والإدارات بالأثاث المكتبي مع توفير مستلزمات أعمال المحافظة ضمت عدد من أجهزة الكمبيوتر والطابعة وملحقتها وأشاد المحافظة لواء أبو بكر حسين سالم بالدور الوطنية التي تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بالأستاذ سام السعيدي من خلال إسهامها في إعادة تأهيل مرافق الدولة في مختلف المحافظات المحررة ومنها اليوم مبنى السلطة المحلية بمحافظة أبيان من جهاتي أوضح مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية الأستاذ سام السعيدي أن هذا الدور الذي تقوم به المؤسسة الاقتصادية لدعم وافتتاح مرافق الدولة لا يقتصر على عملية التأثيث والترميم فقط بل يشمل الكثير من المشاريع التنموية مشيرا إلى أن هناك مشاريع استراتيجية ستنفذها المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة أبيان خلال الفترة القادمة في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الربو منصور هادي الذي يولي اهتماما كبيرا في استثمار المشاريع الخدمية والتجارية والاقتصادية في محافظة أبيان إلى ذلك قام محافظ محافظة أبيان ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية بزيارة إلى مبنى المؤسسة الاقتصادية بمدينة زنجبار والتي تم سلامها مؤخرا بعد إخراج المقتحمين للمبنى الذي تعرض للخراب والتدمير جراء الحربين التي شهدتها محافظة أبيان في عامي 2011 و2015 من قبل إصابات الإرهاب وميليشيات التمرد الحوثية الإيرانية الزيارة التي قام بها الأخوان اللواء أبو بكر حسين سالم والأستاذ سامي السعيدي تأتي في إطار الترتيب لإعادة تأهيل وتفعيل فرع المؤسسة الاقتصادية في محافظة أبيان والذي سيشكل نقل نوعية في خدمة أبناء هذه المحافظة كما قام المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي بزيارة ميدانية لمحلج القدم بالكود تفقد خلالها الجهود الجارية للارتكاب عملية محلج القدم التي اشتهرت بها دلتا أبيان بهدف تطويرها من قبل المؤسسة الاقتصادية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية التي تزخر بها محافظة أبيان إلى ذلك قام الأخوان المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي بتفقد مبنى الشرطة العسكرية في مدخل مدينة الكود للإطلاع على أعمال مشروع إعادة بناء وتأهيل سورة المعسكر الخاص بشرطة العسكرية التي تنفذها المؤسسة الاقتصادية في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بدعم المؤسسات العسكرية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية رافقهم في الزيارة الأخ محمود طامح مدير عام فرعى المؤسسة الاقتصادية بمحافظة أبيان لقناة عدن الفضائية وضح شليلي محافظة أبيان أكد المكتب التنفيذي لمحافظة الضالة على همية وضع الرقابة دائمة من المكاتب الإرادية على تحصيل الإرادية واستعرض المكتب في اجتماعه برئاسة محافظة المحافظة لواء الركن علي مقبل تقارير المكتب التنفيذية والأوضاع الأمنية والإنسانية وشدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود لتحصين أداء المكاتب التنفيذي الإدارية والمالية إضافة إلى العمل الإشرافي ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والانضباط الوظيفية وأقرى الاجتماع القيام بحملة إرادية لمطالبة بالمستحقات بناء على الكشوفات المرفوعة من الجهات بتحديد ما يتوجب استخلاصه من المكلفين التقى محافظ محافظة أرخبيل سقطرة رمزي محروس مدير عام مكتب الثقافة عمر بن قبلان ورئيس لجنة التنسيق المتمثلة بالشاعر عبدالله أحمد سعيد المهري المكنة بأبو حميد المهري ونقش في اللقاء عن بدء مسابقة مهرجان التراث السقطري التونيتر التي تقام بملعب الفقيد سعد علي سالمين بالعاصمة حديبو بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد النهيال للعمال الإنسانية واستمع محروس من منسق المسابقة في الشاعر السقطري عن شرح مفصل للمهرجان وعرب محروس في لقاه لجنة تنسيق مسابقة المهرجان التونيتر السقطري الشاعر بو حميد عن تقديره لجهوده في تنظيم مسابقة موروث الثقافي للمهرة للمرة الثانية بالسقطرة من جانبه تقدم الشاعر بو حميد بالشكر وتقدير إلى قيادة المحافظة المتمثلة بالمحافظ محروس في تدليل الصعاب وحرصية لسمرار البرنامج بنجاح تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج العمال الجارية لبناء دفاعات في الجهتين الشرقية والغربية للوادي العظم بمدريات توبن بتكلفة إجمالية 200 ألف دولار بتمويل منظمة الهجرة الدولية والاطلاع على قنوات رأس الوادي المزمع تنفيذ مشروع تصفية 6 كيلومتر خلال الأيام القادمة بكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون ريال يمني بدعم من منظمة الأغذية وزراع الفاول لتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية وفي زيارة التي حضرها وكيلة وزارة الزراع المهندسة علي جنيد وأحمد الزامكي ضاح الحلمي وكيلة المحافظة شدى الصلاحي بهذه المشاريع في القطاع الزراعي والتي ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على أراضي ضفتي الوادي العظم وعدم جرافها في مواسم السيول في مدرية توبن من جهتي أشار وكيل وزارة الزراع على قطاع الانتاج المهندسة عبد الملك أعبيد أن مشروع تصفية وصيانة القنوات وإصلاح البوابات الرئيسية والفرعية سوف يستفيد منها الكثير منوها أن هناك مراحل متعددة لمشروع بناء الدفاعات في الوادي العظم والواديين الكبير والصغير وسوف يستفيد منها نسبة كبيرة من المزارعين في مدرية توبن دشل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد بمدرية خنفر حملة خاصة بالتوعية عن المخدرات التي نظمتها منظمة سما للتوعية والإرشاد وأكد الحامد على همية تضافر جهود الجميع من أجل ترسيخ قيب المحافظة على الشباب من هذه الأفات الخطيرة جرى بمدينة سيئون محافظة المهرة توقيع اتفاقية تنفيذ مشهور حفر بهر ارتوازية بمنطقة عيديد بمدرية تارين بتكلفة نجمالية بلغت 185 ألف دولار بتمويل من نسبة واضح عضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط وتتضمن الاتفاقية التي وقعها من جانب السلطة المحلية بالوادي والصحراء وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري وجه المنفذة المديرة تنفيذي محمد علي سليماني تنفيذ عمال الحفر خلال فترة خمسة أشهر من تاريخ تسليم الموقع بموجب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات والرسومات العامة والخاصة بالمشروع المحمدة من قبل الطرف الأول حضر التوقيع على التفاقية مدير عام فرع الهيئة العامة لماء الريف بوادي حضرموتر مهندس حسام غيثان وعدد من المختصين نقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء صام حبريش الكثيري مع ممثل اي اتش اتش باليمن مجاهد شاهين تدخلات الإنسانية للمنظمة بوادي حضرموت وعبر الوكيل عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تنفيذ برامج ومشاريع تساهم في تنفيذ الخدمة للمجتمع المحلي وتخفف عناء السفر إلى محافظات الجمهورية وخارج اليمن دعيا المنظمة إلى المساهمة في تجهيز مركز القلب بوادي حضرموت وتوفير الأجهزة والمعدات الأساسية كون سبعين بالمئة من مرضى القلب بمحافظة حضرموت من مناطق الوادي والصحراء واستعرض ممثل اي اي اتش اتش عن نزوله الميدانية لعدد من القرى وابرز التدخلات التي ستسعى المنظمة لتقديمها لسكان تلك المناطق بدأ بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اللقاء تحضيري الأول الموسع لتحصين ضد مرض الحصبة الذي ينظمه المكتب على مدى أسبوع هذا ويهدف لقاء الذي يضم مدراء مكاتب الصحة بالمدريات ومشرفية تحصين ومدراء مكاتب التربية والتعليم ومكاتب الأوقاف بالمدريات إلى تشبيك بين مختلف الجهات من أجل نجاح تنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والذي يعتزم مكتب الصحة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفي لقاء أكد وكيل محافظة مأربع عالم محمد الفاطم إلى همية التهيئة الجيدة للحملة في طار جهود المكتب مكتب الصحة لمواجهة أمراض الطفولة القاتلة داعيا إلى تضافر الجهود والتكاتف المجتمعي من أجل إنجاح هذه الحملة التي تستهدف الحفاظ على صحة أمنائنا وأطفالنا كونهم عمود المستقبل من جانب يكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان دكتور عبد العزيز الشداد حرص المكتب على تنفيذ خدمات الرعاية للطفولة ومن ضمنها التحصين ضد الأمراض القاتلة بما يعزز من صحة الطفل ويقلل من خطر الأمراض القاتلة للطفولة تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة الموقعة عدن الدفعة الثالثة من شحنة الأدوية ومحالي الغسيلة الكلة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية وضحت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتور سعادة الميساري لوكالة الأنباء اليمنية السبا بأن الدفعة الثانية من شحنة الأدوية ومحالي الغسيلة الكلة سيتم توزيعها على محافظات المحويت وحجة وعدن وتعزئب ومأرب والحديدة مشيرة إلى أن الكمية يستفيد منها مرضى الغسيل الكلوي فريزنيرز كما ثمنت الميساري جهود المركز سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية وما يقدمه من مساعدات طبية وأدوية لعضد من المراكز الصحية والمشفيات والتي تساهم في تخفيف من معاناة المرضى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد إثرى الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإقلابية المدعومة من إيران على الوطن افتتح مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضر موت جمال سالم عبدون اليوم بمدرسة 22 مايو للتعليم الأساسي للبنات بمديرية دينة المكلة بحي السلام المرحلة الأولى من مشروع عادة تأهيل المدرسة وتتمثل الأعمال بتحسين البيئة المدرسية في ساحة المدرسة وكذا الوكيل أن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة طول الاهتمام والعناية بمثل هذه المدارس القديمة وتاريخية في مدريات المحافظة عامة ومدريات المكلة على وشخ الخصوص من خلال هذه التدخلات المقترحة لقيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني للحفاظ على صرحها المعمارية التاريخية وشددا على الإدارة المدرسية بضرورة الحفاظ على جمالية المدرسة وحثى طالبات التلاميذ على هذه المكتسبات التي تعود بالنفع والفائدة لهم بما تسهم هذه التدخلات في تحفيز الطالبات وتلاميذ على بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى المدرية والمحافظة ثبنا مدير عام مدرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي كافة العمال والأنشطة التي تقدمها منظمة كيرا العالمية في مختلف المجالات الخدمية والتي أثمرت باستفادة العديد من المرافق الصحية والتعليمية والمياه والنظافة نهيكة إلى تدخلات منظمة تجاه الأسر المحتاجة والفقيرة في مختلف مناطق المدرية جد ذلك خلال تفقد مدير عام البريقة هاني اليزيدي لسير العمل في رفع القمامة والمخلفات المتراكمة من أحياء وشوارع منطقة بير أحمد ضمن حملة النظافة الواسعة الجاري تنفيذها في المدرية بدعم من منظمة كيرا العالمية ومعه مدير المنطقة الأمنية الثامنة العقيد علي صالح الشعيبي وأكد اليزيدي على همية تنفيذ حملات النظافة لتحقيق لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على المظهر الجمالي والوضع البيئي والوقاية من الأمراض مشيدا بجهود عمال النظافة في القيام بدورهم على أكمل واجهة رغم الظروف وتحديات التي تواجههم في تنفيذ أنشطتهم نظمة جمعية مكافحات السرطان وحدة المرأة بمركز الأورام عدن ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي نظمة الندوة العلمية الثانية حول التوعية بسرطان عنق الرحم حيث تهدف الندوة إلى توعية وأهمية التطعيم للفيروس المسبب له وكيفية الوقاية منه من جهاتها أكدت الدكتورة أماني صالح هادي رئيسة وحدة المرأة بالمركز الوطني للأورام على همية التوعية ضد هذا المرض والكشف المبكر له وتفعيل دور مشفيات الدولة ومراكز الأمومة وشددت على ضرورة حجد وتوحيد جهود كل الأطراف المعنية لتطوير برامج وتعزيز الاستجابة الوطنية للحد من هذا النوع من السرطان كما أن للإعلام دور كبير في التعبية الإعلامية حول هذا المرض حضر هذه الندوة الدكتورة هدى باسليم نائب عميد كلية الدراسات الحلية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة عدن والدكتور جمال زين مدير مركز السرطانات بعدن في خبرنا الأخير حقق فريق مدرسة آزال البنات حتى المركز الأول على مستوى التعليم الأساسي في المسابقة الفكرية التي انطلقت تحت شعار فكر وريادة في مدرية التواهي فيما حل فريق ثانوية محرز للبنات في المركز الأول في تعليم الثانوي وفي المسابقة التي نظمها قسم الأنشطة المدرسية شعبة الأنشطة الثقافية والعلمية تسبق أكثر من خمسين طالب وطالبة في المجال الثقافي والعلمي وذلك بحضور مدير التربية بمدرية التواهي وفي ختام المسابقة التي شهدت تقديم بعروضا غنائية تم تكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأولى للمسابقة في تعليم الأساسي والثانوي كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار قدمت لحضراتكم من قناة عطن الفضائية لمن فاته تفاصيل النشرة أعوذ وأذكر بها ما جاء في النشرة من أنباء رئيس الجمهورية يعزف استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواركن الصالح الزنداني استشهاد مواطن في قصف ميليشيهة الحوث على حيس بالحديدة ومدفعية الحوث تستاد كل حياء السكانية بتاعز مقاومة لودر تصد تسلل الحوثيين بجبهة ثرة في أبيان والجيش الوطني طهر وادي السلبة في الجوف هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار قدمت لحضراتكم من قناة عطن الفضائية دمتم بخير للقاء موسيقى 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 موسيقى